تقول الفقرة الثانية من المادة 64 من الدستور أن الحكومة لا تمارس صلاحياتها قبل نيل الثقة ولا بعد استقالتها إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال وفي العام 1999 فسر مجلس الشورى هذه الفقرة بالقول بأنه لا يجوز للحكومة المستقيلة القيام بالأعمال التي ترتبط بسياسة الدولة العليا والخيارات الأساسية والمواضيع المصرية الحساسة كالاتفاقات والمعاهدات الدولية أو تلك التي ترتبط بمالية الدولة المستقبلية كالقروض والخطط الإنمائية التي تفرض على الحكومة العتيدة بدنا نفرق بين هالأعمال وبين الأعمال الإدارية العادية التي يمكن للحكومة المستقيلة القيام بها وهي التي تتمحور حول تسيير الأمور اليومية والأعمال الروتينية التي لا يمكن تجميدها طيلة مدة استقالة الحكومة والتي لا تقيد مبدئياً على الحكومات اللاحقة في انتهاج السياسة العليا التي ترتعيها ولا ترهق ماليتها إذن خطأ السائد أن الحكومة لا تشتبع بمجلس الوزراء بلا تشتبع بمجلس الوزراء الحكومة المستقيلة أو المعتبر مستقيلة بالوزراء اللي عم يدشنوا مشاريع وعم بيحطوا حجر هذا الحق لأنه هذه أعمال عادية وروتينية وما بتأثر على السياسات المقبلة الظاهر يشير إلى أن الحكومة العتيدة التي قد يشكلها الرئيس المكلف تمام سلام وفي حال عدم نيلها للثقة تصبح هي الحكومة المخولة بتصريف الأعمال ترجمة نانسي قنقر